احرص على إغلاق كل الأبواب جيداً أجل طبعاً أتعتقد أن طبيعي محق بشأن قدوم الأعصار؟ لو قال سنفور طبيعي إن الحيوانات أخبرته بحدوث الأعصار فالأعصار قادم حسناً يا سيدة دوري، إسحابي، هكذا، لن يسنفر الآن أي هواء صغارك أهلاً وسهلاً بك سيداتي أعتقد أنك على حق، هذا الأعصار لا يبعد عنه إلا ساعات قليلة عجباً يا أكول، هذا العازل يبدو تماماً كحشوة كريمة حشوة الكريمة؟ لا تكن سخيفاً يا شاطر زبدة جوز لذيذة لا تقلقي يا مريايا الجميلة، أنت بأمان كل شيء آمن ومجهز عندك مغرور؟ طبعاً مصنفرة يا شاطر تحققت، لن يسمح الوالد بحصول أي سوء لأطفاله لأن الأباء يحبون أولادهم، صحيح؟ ثبتوا الأبواب بعوارد، اغفتوا الشراع، رتبوا حبال الأشريع والصواري، اربطوا حبال الكوتال، تكاد الرياح تهم أسرع، أسرع هل انتهيت من إعطاء الأوامر حالي؟ أجل يا شاطر، كل شيء سيكون مرتباً خلال وقت قصير تحققت كم أحب كلام البحارة هل رأى أحدهم كسلان؟ إنه في طحونتي يا شاطر غابي غابي كسلان، 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 هل أنت في الداخل؟ كسلان، 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 كسلان كسلان، هناك أعصار قادم كان عليك إغلاق الطحونة بأحكام إعصار إغلاق الطاحونة فهمت يا شاطر مرحبا شاطر ماذا تسنفر هنا؟ هناك إعصار قادم يا كسلان أتذكر والآن أغلق كل النوافذ وأوسط كل الأبواب أسرع والأهم من كل هذا هو أن تتأكد من إطفاء هذه الأليات جيدا فهذه الشفارات خطيرة ولا تغطف في النوم كسلان فقد تكون هذه مسألة حياة أو سنفرة لن أخذ لك يا شاطر أحسنت سأعود لاحقا للتحقق من الأمر لا يمكنني أن أغطف في النوم وسط هذه المهمة قد تكون هذه مسألة حياة أو ميت ههوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المقتل تحقق البئر البئر كدنا نتحقق منها لا يبقى أمامنا إلى الطحونة سأذهب للتحقق منها أوكلت كاسلان للاهتمام بالأمر كاسلان؟ سمحت لكاسلان بأن يحكم إغلاق الطحونة؟ كيف له أن يتعلم كيف يكون مسؤولاً كما أنه لن يخذلنا عندما يتعلق الأمر بمسألة خطيرة أوه سنفر كاسلان لم تهتم بالأمر أبداً كاسلان؟ كاسلان؟ أين أنت؟ ماذا فعلت يا كاسلان؟ ماذا فعلت؟ ماذا؟ قلت لي أنك لن تغطى في النوم قلت لي أنك لن تخذلني أبداً أوه لكن أنا يا سنافر يا سنافر قوي قبي تعاليا ما أجل سرع هيا سنفورة سنفورة نحتاج إلى مساعدتك في الطحونة غلطك أسلان في النوم مفكر نحتاج إلى مساعدتك تعال معنا ولكن ما الذي يصنفر هنا؟ علينا إغلاق الطحونة بإحكام قبل أن تحطمها لعصفة إلى ألاف الأجزاء سنفورة أغلق النوافف مفكر طبيعي الأبواب قوي ساعدني على إطفاء الأليات أغلقتها أسرع يا طبيعي المهم أن نتمم العمل طبيعي آفف كل شيء سيكون بخير يا صغير لا تقلق كل شيء سيكون بخير يا صغيرتي لا تقلق سيحميك والدك تتعلق المسألة فقط باستخدامي أوه يدي هذه عاصفة قوية للأسف لا يوجد كرامة لوضعها على الكاك هذا مرحبا أكون سنفور غبي أنت لست من أفكر فيه حاليا علينا أن نوقف هذه العجلة لقد جنت تماما أعرف أعرف هل تحتاج إلى المساعدة شاطر؟ لا فبسببك أنت كاسلان وقرأتها بالمشكلة لما أقصد أن أغطف النوم يا شاطر أقسم بذلك ليس الآن يا كاسلان علينا إنجاز عمالنا النجدة طبيعي سنفر شيئا ما عقلي اللامع البارع يكاد أن يتحطم هل أتم بخير؟ كلنا بخير لكن لا يمكننا أن نوقف هذه الشفرات أوه لا أوه لا أوه لا هذا مذهل مذهل حقا هل الجميع بخير؟ أنا أعتقد ذلك يا لها من رحلة رائعة أوه يمكنك سنفرة هذا مجددا ولكن هي لها من رحلة أنا لم أخف هكذا يوما طوال حياتي لنرى الآن إن كان بإمكاني معرفة أين نحن أوه أنجدة أنجدة ليساعدني أحدكم تماما كما اعتقد نحن ما زلنا في الهواء لكن ليس لوقت طويل يا مفكر آملوا أنكم تجدون السباحة لأننا سنسنفر وسط المحيط أوه لا تمسكوا جيدا تمسكوا جيدا هذا شيء رهيب بالنسبة إلى شخص مفكر وحساس هل لي جميع بخير؟ أعتقد ذلك هل أنت بخير مفكر؟ لا أنا لست بخير لا أرى سوى الضباب لابد من أنني أصبت بارتجاج لابد أنت أوه أوه يا للسنفرة نحن داخل بركان داخل بركان؟ حسنا هذه مشكلة كبيرة هل سمعت هذا يا كاسلان؟ هل رأيت نوع الورطة التي سنفرتنا فيها؟ بحسب تكوين الحمام البركانية هذه أعتقد أن هذا البركان يثور مرة واحدة فقط كل 500 سنة على الأقل هذه أخبار جيدة بما أن هذا البركان لا يثور إلا كل 500 سنة لسنا في خطر بتاتاً مفكر محق فعلاً لنبدأ تسلق البركان سنسنفر خارجه لنقل بعد أسبوع ومتى كان آخر ثوران للبركان تحديداً يا شاطر؟ في الواقع حسناً وفقاً لحساباتي منذ 500 سنة تحديداً إلى هذا اليوم أتاني! أن البركان سينفجر؟ اليوم! لا تسبب هذا الأحصار بأدرار كبيرة لو لم نكن مهيئين له أنا أعرف يمكن للهواء أيضاً تشفيف البشرة أسرع يا سنافر الصغار الطحونة الطحونة ما المشكلة يا بابا سنفور هل تأذت الطحونة؟ لم تتأذى فقط يا حالم بل طيارها الهواء بعيداً آه يا للهول والأسوأ من ذلك أخشى أنها حملت معها ستة من سنافري ماذا سنفعل يا بابا سنفور؟ علينا الاستعداد للبحار يا حالم واللحاق بهذه العاصفة فرصة إيجادهم كبيرة إذا كانوا على قيد الحياة سنتزود بالمؤن وننطلق حالاً حاضر يا بابا سنفور إذا حالفنا الحالت فقد آه لا حطمت هذه العاصفة السفينة عاجباً يا بابا سنفور الآن لن ننقذهم أبداً فقدهم إلى الأبد أكره فقدانهم إلى الأبد هذه التفاهات يا سنافري يمكننا إصلاح السفينة واللحاق بهم لكن بابا سنفور مستحيل إصلاح هذه السفينة من دون شاطر أقصد هو من بناها أصلاً آه أجل إنه محق يا بابا سنفور مهلاً لحظة الآن بالنسبة إلى السنافر لا وجود لكلمة مستحيل أنا أكره المستحيل سبق وتغلبنا على عقبات أكبر سابقاً ويمكننا أن نفعل مجدداً هيا يا مفكر نحتاج إلى مساعدتك لست متأكداً من الديناميكية الهوائية هنا إذا كان المحرك متصلاً بي أهم شيء هو إتمام العمل لماذا لا نترك هذه الأمور المستنفرة ليحلها شاطر؟ حسناً لا منع عندي وكالعاد أبقى الصوت الوحيد غير المسموع في هذه البرية هذا جيد والآن سنفرها قليلاً إلى اليمين هنا تماماً مفكر يمكنك سنفرة المحرك وأفترض أن هذا أهم عمل طبعاً مسنفرة قرارك حكيم كالعادة يا شاطر وإذا ساء الأمر أكثر يمكننا السنفرة من دونه واو بداية أعتقد أن الحمة بدأت تابلي بضع ساعات بعض وسينفشر هذا المكان هل تعتقد أن هذه الألة ستسنفرنا خارج المكان في الوقت المناسب؟ طبعاً يا سنفرة أنا أمر ذلك ماذا تريد مني أن أسانفر؟ أريد أن أساعدكم حسنا كسلان أعتقد أن عليك نحن لا نحتاج إلى مساعدتك حتى أننا لا نريد مساعدتك لأننا لم يكن هنا لو لم نطلب مساعدتك أولا وإذا ميتنا جميعا داخل هذا البركان فسيكون ذلك بسببك وعلوة عددك حسنا أعتقد أنني أوصلت فكرتي وأنت مرأيك شاطر تعتقد أن هذا بسببه؟ في الواقع يا كسلان أنا لا تهتم أعتقد أن أم مفكر على حق أوه مفكر كنت شريرا معه لا تقلقي بشأن سنفورة سأسنفر بعيدا عن طريقكم حتى ينتهي الأمر سيصلح حيات الشراعة بسرعة يا حالم ومع أن نرمم هذا الثقب ستعود سفينتك جديدة اخفض اللوحة يا مزارة قليلا بعد جيد سنفرها قليلا إلى اليسار أسرعوا الوقت يدهمنا لقد نجحنا يا سنافر الصغار كنت محقا يا بابا سنفور عسنا يا مزارة اقتعي الحبل روح عسنا يا قبتان حالم أبحر نحو المحيط بينما أخطط أنا لمسارنا حاضر بابا سنفور هيا أيها البحارة ارفعوا الشراع الرئيسي ارفعوا صوري السفينة الخلفي وحافظوا على الحبال معقودة جيدا أنا سأتولى القيادة آه آمل أن يجدوهم ستجري الرياح كما نجتهي ماذا قلت يا رسام لم أفهم شيئا وكيف أشرح لك الأمر لم تفهمني يوما أعتقد أنني عديم النفع في كل مرة يحدث فيها شيء سيء أكون نائما أنا تعيب جدا للتفكير في الأمر من الأفضل أن أنام كسلان كسلان السنافر بحاجة إلى قوتك الخارقة وشجاعتك المشهورة وتفكيرك الصائب والرزيم لكن طبعا إذا كنت تعيبا جدا لا لا يا سنفورة على الرغم من أن النوم مسنفر جدا لكن ما هو أكثر سنفره هو مساعدة أصدقاء السنافر كيف لي أن أساعدك يمكنك التخلص من هذا الوحش الرهيب الذي يهاجم القرية وحش آخر ها؟ كل ما أحتاج إليه هو منجنيق مسنفر وبصل أوه كسلان أنت شجاع حقا نكي جدا وبصل لا تخاف يا سنافر سأتخلص من هذا الوحش هكذا سننام كلنا مرتاحين الليلة رائعا إليك البصلة شكرا لك والآن ضعني على المنجنيق وننهي هذا الأمر بسرعة كم إن طعمها لذيذ ومسنفر يمكنك إطلاق المنجنيق أوه كسلان أنت شجاع جدا قوي جدا ووسيم جدا سوف أعطيك قبلة كبيرة جدا شكرا سنفورة لكنني حاليا متعب جدا أوه كسلان أنت رائع جدا 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 هيا بسرعة لو يكون طيرانها بجدة مرهارها اتخذوا مراكزكم هذا البركان سيسنفر في أي لحظة لنسنفر من هنا سأذهب لإحتار كسلان أسرع يا سنفورة كسلان تحضروا للإقلاع خلال دقيقة واحدة لنرحل في الحال سينفجر المكان بعد قليل نحن ننتظر سنفورة لتجد كسلان أوه لا سيقضي علينا كسلان مرة أخرى لو أخذنا مزيدا من الوقت للبحث عنه سنهلك جميعا انسي أمل كسلان يا سنفورة سنعود لإحضاره بعد انفجار البركان ما درجة السخونة؟ هيا ضع الحزام مفكر سيصلاني حالا كسلان كسلان حان وقت كسلان 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 استيقض علينا أن لست نائما سنفورة سأبقى هنا ماذا؟ أنا لا أستحق العيش لقد خذلت أصدقائي غضطت في النوم وانتهى به من الأمر داخل البركان لا تكن سخيفا لن نتركك هنا ابتأوا السنفرة لقد وصل احسمي نفسك جيدا سنفورة أين أجلس يا شاطر؟ هناك كسلان لكن لا يوجد أي دوسات هذا صحيح لا نريد مساعدتك نحن لا نعتمد عليك مفكر صممت الآلة ليديرها خمسة سنافر أنا آسف كسلان لننطلق يا شاطر علينا أن نسنفر من هنا سننفر بأقصى سرعتكم أوه طبعا نوما هنيئا كسلان بينما يسنفر البقون للنجاة بحياتهم ها نحن نسنفر أكمل السنفرة لم نصبح في أمان بات أصمد يا سنافر سأهتم بالعمر تمسكوا تابعوا السنفرة تابعوا السنفرة سنموت قلنا سأفشل حتما لقد نجحت يا كسلان لقد نجحت نجحت فعلا صحيح أوه تابعوا السنفرة لا يمكننا الهبوط هنا لا يمكنني السنفرة أكثر وأنا أيضا جد مكانا نهبط فيه يا كسلان لا يوجد أي مكان لنسنفر إلى الخارج اقفزوا أوه رأسي أوه يا له من ورام أوه كان موتنا وشيكا لوه لا اعتقدت أننا سنموت حقا لا تدع أملك يا خيب يا قوي قد نموت بعد يا سنفر يا سنفر انظروا سيتم إنقاذنا وجدتنا مجموعة من الدلافين واضحون أنها تريد إعادتنا إلى المنزل ياي هذا ليس دولفينا يا مفكر هذا قرش قلت قرش؟ مرحبا سيد قرش أنا سنفر مفكر كما تعرف السنفر لطفاء ويحبون كل الحيوانات أوه أنا يبدو أنه لم يسمع بنا أوه لا ماذا سنفعل الآن؟ يا أسمعك القرش لا تريدين التهامنا لأن الطعام الأزرق يتسبب بعصر هضب أعرف جيدا ماذا أقول طبيعي أحيانا أنت تدهجني حقا أوه لم أشعر يوما بالبرد هكذا أو بهذا البلل أو أطوق بشدة للتحفيز الفكري أجل صحيح أنت واثق يا شاطر طبعا يا سنفورة هذا شحم من محور العجلة عندما صدمت رأسي توسخت لكن رأس كسلان متسخ بالشحم لم تغط في النوم خلال مهماتك كسلان بل ضربت رأسك يا سنافر نحن ندين باعتدار لكسلان بخاصة بعد أن أنقذ حياتنا أجل نحن حقا عن سلفون شكرا لكم جميعا لا يمكنني إخباركم ماذا يعني ذلك لي أنا هاي انظروا جميعا انظروا هذه سفينة حالم إنهم يبحثون عنا نحن هنا بابا سنفور قبطان حالم نحن هنا المشد соглас ستعودون إلى المنزل يا سنافري ستعودون إلى المنزل الطحونة الجديدة ستكون مسنفرة جدا بابا سنفور ممتاز يا شاطر هل يساعدك كسلان جيداً؟ أوه طبعاً مسنفرة بابا سنفور أنا الآن أثق بكسلان في أي عمل يساعدني جداً سمع ذلك يا شاطر طبعاً تنسبه بعض الأعمال أكثر من الأخرى